إغراق الأسواق بسلع منتهية الصلاحية أزمة يعاني منها المواطنون في محافظة شبوة قرابة ثلاثين طنا من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك تم ضبطها من قبل إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة في مديرية عتق تم إحالة 22 إلى النيابة وضبط 22 آخرين سيتم التحقيق معهم وإحالة تمرين النيابة لاستكمال الإجراءات التقاضي وأخطاعهم للعقوبات التي نص عليها القانون كان دور الأخوة في صحة البيئة وفي مكتب الأشغال دور كبير جدا بالنزولات المستمرة بالأضافة إلى الأخوة في مكتب التجارة والتموين في المديرية إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة بذلت جهودا حثيثة في الرقابة وضبط كميات كبيرة من الأغذية المخالفة معظمها من الأجبان التي تم سحبها من الأسواق نظرا لتلفها قبل موعد انتهاء صلاحيتها لأن الفترة السابقة كانت فترة تحر وكان موسم أمطال مأثر على كثير من الأغذية إضافة إلى الأغذية التي تم ضبطها في المطاعب مثل الأرز الدجاج الأغذية البايتة حقيقة دور إدارة صحة البيئة دور قيد وقبار في هذا القانب جملة من الإجراءات القانونية اتخذتها فرق الرقابة والتفتيش في صحة البيئة تجاه مالك المحلات التجارية المخالفة وجهودا كبيرة في تتبع المخالفين وضبطهم للحد من استيراد المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبيعها في الأسواق يطالب المواطنون هنا بمضاعفة أنشطة الرقابة الميدانية للمحلات والأسواق التجارية في عموم مديريات المحافظة من قبل إدارة شؤون البلديات وصحة البيئة للحد من المخاطر الصحية لبيع المواد الفاسدة وتأثيراتها السلبية على حياتهم صالح سالم قناة بلقيس شبوى